اللي احنا عدينه تشنجات في الرجل بتاعتنا اسناء النوم وبيعمل لنا شعور مزج صح كده؟ اممم لما بدي انه بنام فنصد لهيك مع عمان تلجيني نوم رجلية كتر بجعونة عند المفاصل يعني تقفت؟ فهي ده الشغلة يعني بس انا نسأل الدكتور حقا علي من نوم كتر ما بتشربي كولا وهيكي بيطبت شغلات صح؟ صح بص له حاجة لازم تبع عارفة هو قالك كده لي بقى هو عارفك هو قالك لي كده انا اقولك لي قالك كده تتعرفي مسلا ان الكافيين اللي موجود سواء كان في المشروبات الغازية او في الشاي او القهوة او نس كافيه او الجولي لاتي او الحاجات اللي بتحتوي على الكافيين كل الحاجات اللي بتحتوي على الكافيين بتسحب لنا الكالسيام من العظم بتاعنا فالكالسم ما يخفي من العظم بتاعنا بيبقى الكالسيام الا كال Championships psychologists جدا لنا ان يحصل ايه? الكلسام لو خف من العظم بتاعنا العظم بتاعنا هيبقى خفيف اهل مجهول بدنا. اه اه هيبقى هيبقى هاش اه اه هيبقى هاش فاحنا فاحنا تلقائيا بمرور الوقت الكلسام يقلي يقلي تلقائيا وارد ان يكون يبدأ يبقى عندنا الام او كده. فانا لو لو انت لو السبب فانا بقول ان احنا محتاجين ان احنا مسلا وليكن نركز على الحاجات عشان نزود الاول ندخل الكلسام بشكل كويس في الجسم. عايزين فيتامين دال. فيتامين دال ده بناخده منين? بنتعرض شوية لاشيئة الشمس عشرين دقيقة فقط. نتعرض لاشيئة الشمس عشرين دقيقة. او ناخد من مصادر التانية مثلا اللي موجود فيها زي مسلا الاسماك الزيتية. اه الاسماك الزيتية او ممكن يجي من الصيدلية مثلا زيت كبد الحود او بيسميه الكود ليفر اويل. نقدر نقول ان زيت كبد الحود او الكود ليفر اويل ده توابل من ضمن الحاجات الرائعة والجميلة جدا ان نقدر ناخد منها آآ آآ فيتامين دال عشان نساعد على ترسيب الكالسيم في العظم آآ آآ فيتامين build هايسا 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 ساعدنا نحن نرسل الكالسيم في العظم مرة تانية آآآ آآ ففحن ستفيد من الغذيها اللي فيها الكالسيم. يعني ما عدت ما عدت عارفت حيو milligram ما عدت عارفت مدها ولا لم تك � مدها ما انا بقولك، انت مسلا عليك كنا الساق بتاعتنا الساق chart يعني آآ بيبقى اثناء النوم كده بيبقى فيه تشنجات هذي التشنجات بتبقى دفعة قوية جدا للشخص يعاني بقى يعني من قلم شديد جدا في المنطقة فمش قادر انا مش عارف انام كان نتيجة لهذا الالم. اه بصي اسباب الشد العضلي اثناء النوم اصلا او اسباب التشنجات او الشد العضلي اثناء النوم او ان احنا مثلا بنتكلم بنقول مثلا بالنسبة الناس الكبيرة في السنة بتبقى اكتر يعني بتبقى اكتر عرضة لهذا البتاعة طبعا مش ليك انت يعني بس بنقول برضو بحس ان لو في حد يسمعنا او كده بنقول برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن مسلا وليكن تكون اسباب الشد العضلي اثناء انه ممكن ست الحامل برضو يبقى عندها هذا الامر ممكن مش عندك ايضا بس بنجمع بس كل المعلومات وهد كده احنا نعرف عندنا ايه نقول مسلا الاجهاد العضلي الشديد اثناء النهار مسلا ممارسة التمارين الرياضية مسلا لوقت طويل بنتحرك بشكل كبير جدا وفي المقابل ما بناخدش الاغذية اللي تمدي الجسم بالاحتياجاته دي فتلقيا بيبقى فيه نقص بيبقى فيه نقص للعناصر الجزائية ومع نقص العناصر الجزائية انا بازل مجهود كبير فتلقيا يحصل لنا بقى شد عضلي او تشنجات اسناء النوم وقلم شديد اسناء النوم ما يخلناش نعرف ننا نقص بعض البيتامينات والمعادن في الجسم برضو بيقدي للشد العضلي تشنجات العضلات في الجسم من ضمن الحاجات الرئيسية زي وانها البيتامينات والمعادن بعض الادوية قد يكون لها اثار يعني لو سألتك بتاخد ادوية معينة قلت لي لا يبقى خلاص ممكن استعبت هذه المشكلة لكن هناك بعض الادوية مثلا زي ادوية ارتفاع ضغط الدم ادوية الستاتين الستاتين وادوية ارتفاع ضغط الدم تعتبر من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لنا برضو اه اه الام في الساق مسلا اثناء قبل نوم ما يخليناش نعرف ننام كويس برضو الجلوس مسلا لفترات طويلة جدا. اه اثناء الشغل مسلا. يعني انت مسلا لو انت واخد مسلا البرنامج ده مسلا واعدة طول اليوم عليه وفترة طويلة ولي اتحرك بشكل كبير. برضو دي ممكن تزود لنا من فرصة التشنج والعضلات برضو اثناء النوم. اه الاعراض طبعا بتكون موجودة عندنا في بقى الام يا دكتور انا عندي والله الام شديد مش بقى خلينا اعرف انام. ما بقدرش احرك رجلية. عايز احرك رجلية بس مش هده لحركها. اه الا اه. في الام شديدا في السمانة مش عارفة السبب ايه. في كتلى كده في المنطقة اللي فيها تشنج مثلا. زي فيها كتلى كده صلبة مش عارفة ايه. ايه? ممكن الشبر عضل بيستمر مثلا شודע كده بسيط مسلا ممكن يقعد لحد عشر دقايق. في بعض الاشياء ممكن يزود من خطر المشكلة. في بعض الاشياء ممكن يزود من خطر المشكلة. مثلا ان انا يكون عدم الجسم بتاعي مبيقدرش مثلا ان هو يمتص بعض المعادن زي ايه مثلا زي الكالسيوم والصديوم والبوتاسيوم الكالسيوم والسوديوم والبوتاسيوم نقص مثلا في كمية العناصر الجزائية في الجسم زي البوتاسيوم والماغنيسيوم عشان كده احنا الناس اللي بتعاني من قرق بشكل مستمر بنقول لهم ايه خدوا الماغنيسيوم خدوا عنصر الماغنيسيوم هيخلينا انهم مريح وعميق الماغنيسيوم ده موجود في الصيدليات موجود في الصيدليات بشكل كبير مكامل الماغنيسيوم ممكن ناخده وممكن برضه ناخد مكمل الماغنيسيوم عن طريق بعض الحاجات التانية. ايه بقى? ممكن افضل تلات مصادر للماغنيسيوم موجود في حاجات كتيرة جدا. حتى اقولك افضل تلات مصادر كطبيب تغضية. يعني ممكن احطوهم في لشدة التغذية بتاعدي. هما? اللوز والجوز لا. اللوز والجوز غلط كده انخلش في حاجة تانية. اللوز والسبانخ? اللوز والسبانخ وهي حاجة تلات قطار الثمني Am-afocadou اه. اللوز والسبانخ والافوكادو. اللوز والسبانخ والافوكادو افضل تلات تلات مصادر. يعني من قيمة كم يوم كده كنت بتكلم مع واحدة بتقول له دكتور انا خاملانة كده وعايز انام. قلت لها انت كالت ايه? قلت لها انا كالت سبانخ. اه قلت لها انت كالت ايه? قلت لها انا واكلة سبانخ. فبالفعل السبانخ من ضمن الحاجات اللي تخلينا الاحساس بالخمول وهنام يعني. يعني انت مسلا لو في اليوم اللي هتاكل فيه سبانخ مسلا. او بتشربه مسلا في عصيد افوكادو. او اه تاخد شوية مكسرات اللوز بشكل عام مسلا قبل النوم. فانا بوعيدك ان انت هتنامي نوم مريح وعميق. فانا بوعيدك ان انت هتنامي نوم مريح وعميق. ايه تاني بقى? ايه تاني بقى دكتور احمد? ممكن اه نقص الحد في فيتامين دال زي ما احنا قلنا كده. ففاكرة ما كلمنا في البداية نقص الحد في فيتامين دال برضو يبقى سبب. فقولنا ممكن ناخده اه من خلال الشمسة او نجيبه من الصيدلية بالنسبة لها. اه ممكن نقص كمية السوال في الجسم ما بنشربش كميات مية كافية. لازم انه بعارفين يا جماعة التشنجات ديت بسببها ايه? نقص السوال في الجسم نقص شرب المية ممكن يسيبكون هو سبب التشنجات. يعني ممكن اكون انا باكل اكل صحي وما بعملش اي حاجة من الحاجات وكل كمان اللي انت اقول ده ما فيش حاجة منه. فخلص اكاد مليون في المية تشرباش مية كافية. لازم انه بعارفين ان سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية. تسعين في المية من الدم بتاعنا مية. سبعين في المية من العضلات بتاعنا. سبعين في المية سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية. تسعين في المية من الدم بتاعنا مية. سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية. العضلة نفسها سبعين في المية منها مية. فلو ما فيش مية كافية. فالخيال العضلة هتقدر تعمل بفعالية. فتلقائية ممكن يحصل على التشنج كنتيجة لنقص المية. اه للا. فنقدر نقول ان سبعين اه تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية. فاحنا بنتكلم يا جماعة ان المية هي الحياة بالفعل. فممكن نقص المية في الجسم او نقص السوائل في الجسم تكون احد اه الاسباب للتشنج اللي موجود عندنا. مرضو من ضمن العوامل ممكن عدم مرور كمية كافية من الدم عبر الاطراف كنتيجة مثلا لمرض معين او شيء معين مثلا وليكن حصل بشكل طريق او نتيجة للوقوف او الاعود المفاجئ مثلا. فالقعود والوقوف المفاجئ برضو ممكن يكون احد اه الاسباب اللي موجودة مثلا وليكن عندنا في التشنج. طب ايه اهم اقول لي يا دكتور بقى العلاج انت عملت حاجات كتير وعندنا تشنج مثلا ترجلها مش بيخلينا عرف انام ايه العلاج? والله يبص افضل كابسولات ممكن ناخدها مثلا بناخد مكمل غزائي لحالات نقص الكالسام والماغنسيوم.